اشتركوا في القناة ونقول بسم الله ونبلش اول شي رح انقع الحمص قبل بيوم طبعا اذا عندك حمص المعلب بدك تستغني عن هاي الخطوة بالليل غسلت الحمص وبعدين ضفت عليها المي وتركتها عنها حتى تبلش تغلي بس تبلش تغلي رح نغطيها ونتركها تغلي تقريبا مندة خمس دقائق وبعدها منشوف شكلا هلا رح نغطيها متل ما خبرتكم نتركها عنها تقريبا خمس دقائق عم تغلي وهلا رح نطفي النار ونغطيها ونتركها لتاني اليوم متل ما خبرتكم عندك حمص المعلب رح تستغني عن هاي الخطوة بستعملي الحمص المعلب اللي الجاهز وهي التاني يوم ما شاء الله الحمص شرب المي هلا رح نضيف عليها المي مرة تانية ونتركها حتى تستفي معنا الحمص تماما ممكن استعملي طنجرة ضغط بس بما نحن نقعناها قبل بيوم ما بدأ طنجرة الضغط رح نضيف عليها المي مي سخنة او بردة مو مشكلة وهلا رح نتركها عن نار حتى تستوي معنا الحمص تماما لازم الحمص تستوي معنا يعني تهرس معنا تماما بعد ما استوى معي الحمص تركتها عالطرف وهلا رح نبلش نقلي او نحمص الخبس استعملت هوني ثلاث رغيف من الخبس قطعتهم متل ما انتو شايفين بالسكين او بالمقص والتقطيع المربع مستطيل الاختياري رح اقليها بالزيت وممكن تقليها بالفرن او بقلاية الهوائية يعني اذا حابين ما يكون الطبخة كتير فيها زيت ممكن تقلوها بالفرن متل ما خبرتكم او بقلاية الهوائية انا حبيت بصراحة بحب فطة الحمص الزيت يكون محمص بالزيت طبعا ما رح استعمل كل الكمية ما رح اقلي كل الكمية دفعة وحدة لا عالدفعات متل ما انتو شايفين عطيت فيها كمية منيحة من الخبس بالزيت وعم نحركها حتى تاخد اللون اللي نحن بدناها او اللون الدهبي وبعدها منطلعها ومنكمل كل الكمية بنفس الطريقة بيتكم تنتبهوه ما تتركوا الخبس تاخد اللون الغامة لانه بس نطلعها من الزيت كمان رح لسه عملية القلي رح يكون مستمرة حتى تبرت معنا الخبس لهيك بس تغيرت اللونة فور نطلعها من الزيت حتى ما تغمى اللونة سهلة و بسيطة بصراحة و كتير لذيذة مثل ما انتو شايفين اللون المطلوب لانه هلا بس نطلعها كما رح تغمى شوي تاني لهيك هذا اللون اللي نحن بدناها و رح نكمل كل الكمية بنفس الطريقة يعني رح نقلي كل الخبس اللي قطعناها بهاي الطريقة و انا استعملت مثل ما خبرتكم ثلاثة رغيف من الخبس قطعتهم من ربعات لا حجم كبير ولا صغير مثل ما هو واضح بالفيديو و قاليته بالزيت الغزير الساخن و النار يكون وسط او تحت الوسط اذا عالي مع الاسب الخبس رح تغمى اللونه و ما رح تلحقي طالعية من الزيت لهيك بدكم تنتبهوا النار يكون يا وسط او تحت الوسط كملت كل الكمية و هاي ما شاء الله كمية كتير منيحة من الخبس رح نتركها عالطرف و رح نجهس مع بعض الصوس استعملت ثلاثة اكواب من اللبن و طبعا كمية حسب الرغبة اللبن اللي هو زبادي وضفت عليها ثلاثة ملاعق من المسبحة او حمص بالطحينية طبعا مو متوفر عندك المسبحة ممكن نهرس كوب من الحمص و نضيفه على الصوس و رح نضيف كمان نصف كوب من الطحينية ضفت كمان بصين من التوم هرسون متل ما انتو شايفين و برجع بخبركم الكمية حسب الرغبة و اكيد مثل العادة رح اكتب المكونات بصوا نتوق الوصف تحت الفيديو و قبل هالمرة عملت كتير انواع من الاكلات رح يبين معكم بين هات الشاشة او بالصندوق الوصف تحت الفيديو ان شاء الله و هلا رح نضيف عصير الليمونة حبي الليمونة عصرتها متل ما هو واضح بالفيديو و برجع بخبركم كمية هاي طبقة اختيارية لانو رح استعمل ثلاث اكواب من الحمص هاي الكمية لثلاث اكواب طبعا الكمية اللي سلقتها كتير رح حطها بالفريزة بس استعمل ثلاث اكواب منها بعد ما عصرت الليمون هلا منضيف باقي المكونات ضفت عليها ملعقة صغيرة من الملح او رشي من الملح و دائما نخبركم الملح اختياري هلا رح ضيف كمان الكمون الكمون اساسي ضفت عليها ملعقة نصف من ملعقة نصف طبعا صغيرة من الكمون و منحرك المكونات كتير منيح هلا رح ضيف تقريبا كوب الا ربع من ماء اللي سلقناها فيها الحمص رح ضيفها بالتدريج حتى نحصل القوام المطلوب مثل ما خبرتكم المي اللي سلقنا فيها او المي تبع الحمص رح نضيفها بالتدريج حتى نحصل القوام المطلوب هذا القوام بتحبوه كمان امس السماكة اكتر او اخف هاي بيرجع لالكم ممكن دوءوا بتشوفوا الملح او الليمون اذا بدي كمان نضيفها وهلا رح نجهس الطبقة اول شي رح نحط الحمص وكتير عالم بيحبوا يحط الخبس هاي اختياري انا دايما بحب احط الحمص بعد ما حطيت الحمص بالصحن التقديم هلا رح نحط الخبس اللي قليناها وطبعا هاي الطبقة طيبة وقت التقديم بس تبلشوا تقدموها بعدين بتجهزوها او تحطوها فوق بعض يعني مو طيبة نجهزها ونحطها بالبراد لا بس نبلش نحط الصفرة منقدمها بهاي الشكل بعد ما حطيت الخبس الصوس اللي جهزنا هلا رح نضيف فوق الخبس والحمص سهلة وبسيطة وكتير لذيذية يعني باي وقت هاي الوصبة لذيذية بتت الحمص باسهل طريقة رح نزينا عندكم الصنوبر او اللوس انا حبيت زينا باللوس المحمص ممكن استعملوا كمان اللوس اذا بتوفر عندك ضفت عليها اللوس وهلا اكيد ما ننسى البغدونس كمان كتير طيبة والتزين اختياري يعني كيف ما زينت يا اكيد بيطلع طيب اهم شي الخطوات اللي قبل التزين ودائما نقبركم التزين كمان يعني العين تاقل قبل حبيت زينا بحبات الحمص سهلة او نقول وصفة او من مقبلات سهلة وبسيط ما بياخد وقت معنا نهائيا و هيك وصلنا نهاية الفيديو بالعافية حلينا و عليكم و اشوف و اشوفكم الخير بفيديوهات الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة